عقد مجلس الوزراء جلسته بعد ذهر اليوم في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء في مساهل الجدسة تحدث رئيس الجمهورية فلفت إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات السريعة لضمان الأمن الغذائي للبنانيين بعد التطورات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا كما شدد على ضرورة مواجهة غلاء الأسعار ومنع الاحتكار ثم تناول الرئيس عون زيارة وفد صندوق النقد الدولي قائلا أنه سلط الضوء على ضرورة اقرار خطة التعافي بأسرع وقت ممكن على أن تشمل الخطة إعادة هيكلة مصرف لبنان وإعادة هيكلة المصارف وتوحيد سعر الصرف وتوزيع الخسائر والإصلاحات المالية البنيوية اللازمة وخطة لشبكة الأمان الاجتماعي وأضاف كذلك ثم تضرورة لأن تشمل الخطة التوصل إلى staff level agreement اتفاقية على مستوى الموظفين مع بدء شهر نيسان علما أننا كنا نفضل funding agreement اتفاقية التمويل كما شدد الوفد على ضرورة تأمين التوافق السياسي لإقرار الخطة وقال الرئيس عون الوضع المالي دقيق جدا ولا يحتمل أي تأجيل وأنا أضع الجميع أمام سورياتي ودع الرئيس عون إلى الاهتمام بأوضاع اللبنانيين الموجودين في أوكرانيا ومعالجة شؤونهم وتأمين نقلهم إلى لبنان وتوفير المساعدة العاجلة لهم ثم تحدث الرئيس الحكومة فعرض الأسباب التي دفعت بلبنان إلى اتخاذ موقف من النزاع الروسي الأوكراني فقال إن هذا الموقف ينطلق من سرد تاريخي لمواقف مبدئية اتخذها لبنان بإدانة أي دولة تغزو دولة جارة علما أن موقفنا من روسيا يقوم على ضرورة إقامة أفضل العلاقات معها وعرض الرئيس بيقاتي الحالات المماثلة لمواقف اتخذها لبنان من غزو العراق لدولة الكويت والاشياح الأمريكي للعراق وقال أنه في العام 1982 عند الاشياح الإسرائيلي للبنان دان العالم بأسره هذا الغزو ولبنان معرض لأي عمل عدواني من إسرائيل الأمر الذي يدفعنا إلى التمسك برفض أن تعتدي أي دولة على دولة أخرى وأضح الرئيس بيقاتي أن لبنان أبلغ الجانب الروسي أن الموقف الذي اتخذناه هو موقف مبدئي وليس موجها ضد روسيا بالذات وتناول رئيس الحكومة موضوع الأمن الغذائي داعيا إلى ضرورة استشراف معالجة الوضع الذي يمكن أن ينتج إذا ما طالت الحرب بين روسيا وإكرانيا مقترحا اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تمنع وقوع البلاد في أزمة غذائية وأشار الرئيس بيقاتي إلى الإجراءات المعتمدة لعادة اللبنانيين والطلاب الموجودين في أكرانيا والذين عبر قسم منهم إلى بولونيا ورومانيا وهناك جزء آخر تعمل الهيئة العليا للإغاثة على تأمين نقلهم إلى لبنان وبعد معرض الرئيس بيقاتي للمدولات مع وفد وزارة الخزانة الأمريكية والنقاط التي أثيرت خلالها لا سيما لجهة مكافحة الفساد وتفعيل عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تم تشكيلها مؤخرا وذلك في أسرع وقت للتأكيد على جدية الدولة اللبنانية في مكافحة الفساد ولفت رئيس الحكومة إلا أن المساعدات الاجتماعية سيبدأ توزيعها الأسبوع المقبل منوها بالجهود التي بذلها وزير الشؤون الاجتماعية للإسراع في تحقيق هذه الخطوة المهمة لمساعدة العائلات التي تعيش في ظروف صعبة جدا وأشار الرئيس بيقاتي في كلمته إلى أن مجلس الوزراء سوف يباشر درس المراسيم التطبيقية لعدد من القوانين التي صدرت وستتم الدراسة على مراحل بعد ذلك بدأ مجلس الوزراء درس بنو جدوى الأعمال واتخذ القرارات المناسبة في شأنها وأبرزها الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لغاية تاريخ 31.5.2023 تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية وزراء الصناعة والزراعة والمالية والثقافة والدفاع تكون مهمتها متابعة موضوع الأمن الغذائي واقتراح التدابير والإجراءات الواجبة والمستعجلة في هذا الخصوص تكليف مجلس الإنماء والأعمار وبعد التنسيق مع الوزرات والإدارات المعنية والبنك الدولي إعداد دراسة تفصيلية تبين مدى أهمية المشروع والحالة التي وصل إليها ووضعيته الراهنة إضافة إلى بيان مدى جدية الاعتراضات والمعوقات التي أثيرت بشأنه واقتراح الحلول العملية والتقنية لها في حال وجودها والبدائل المتاحة ورفع التقرير بالنتيجة إلى مجلس الوزراء خلال مهلة شهر وبالتوازي تكليف وزير الطاقة والمياه إعادة التفاوض مع البنك الدولي لإعادة إحياء القرض المتعلق بالموضوع وهنا طرح رئيس جمهورية من خارج جدول الأعمال موضوع المعروف بمشروع إيكوشار فقرر مجلس الوزراء ترقين وشطب الإشارات على العقارات الموضوع بموجب المرسوم رقم 5821 على 1966 المعروف بإيكوشار بعد اعتباره كأنه لم يكن تشكيل لجنة مؤلفة من وزراء الداخلية والبلديات العادل التربية والتعليم العالي الثقافة المالية السياحة والاتصالات وكلفها مجلس الوزراء دراسة موضوع مراكز الاقتراع الكبرى ميجا سنتر ومدى إمكانية اعتماد آلية في الانتخابات النيابية للعام 2022 ورفع تقرير بالنتيجة في مهل أقصاها يوم الثلاثاء القادم تمهيداً لعرض الموضوع على مجلس الوزراء في الإشماع المقبل للحكومة على أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً في سبيل إعداد التقرير المطلوب منها هل اليوم الموقف الرئيس المقاتل هو الموقف الرسمي من مجلس الوزراء بما خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية ولماذا كلفته لجلي للميجا سنتر بشويسين بتأريد وزير الداخلية لا أطلاقاً مش هذا الموضوع موضوع أول شيء تنحكي هني سؤالين هوا موضوع الموقف من الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا أنتوا بتعرفوا أنه البيان اللي أصدروا وزير خارجية أوجد أكثر من وجهة نظر داخل مجلس الوزراء فكان من الطبيع اليوم أن يعرض دولة الرئيس هذا الموضوع مجدداً عن المجلس طبعاً في بعض الوزراء كانوا بفضل أن يصار إلى التشاور فيه ولكنه هذا موقف الحكومة اللبنانية بعد أن عرضه رئيس مجلس الوزراء عليه هلأ في موضوع الميجا سنتر بموضوع الميجا سنتر معالي وزير الداخلية مقدم دراسة كاملة وطرح ثلاث مستويات في هذه الدراسة المستوى الأول مستوى القانوني والتشريعي المستوى الثاني المالي والمستوى الثالث اللوجستي فعندما جرى هذا العرض ارتقي أنه فيه كمان آراء مختلفة أنا من جهتي أبدأت يعني تحفظ على موضوع الميجا سنتر بس هم نحكي هلأ بمداولات مجلس الوزراء تشكلت هذه اللجنة لدراسة هذه النواحي الثلاثة لأنه بحسب مشروعه مع الوزير الداخلية لا يمكن أنه إذا بقت الانتخابات في خمسة عشر وهي ستبقى أنه يصار إلى تطبيق الميجا سنتر في هذه المهلة المحدودة بالزمان والتي تستوجب توفر إمكانيات مالية لأنا بس ألد اليوم يعني في حكي بلوم أنه هل ميجا سنتر طرحوا أولاً حكي عن أنه ما حدا عارض الميجا سنتر جوا هل هذا الشي صحيح؟ أنا 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 أبدأت اعتراض أكيد لأنه أنا معتبر بوجهة نظري أنه لا يمكن وفي عشد أيام بعد على إخفال باب الترشيح أنك تغيري بالمعطيات وانت في نص المعركة الانتخابية هل هذا يعني أنه إذا أقر الميجا سنتر بالجلسة المقبلة هل هذا يعني أن الانتخابات النيابية ستطير؟ هل هيدا حجة لتطير الانتخابات النيابية؟ أبداً هذا منه جو موجود في مجل التزمت الحكومة بإجراء الانتخابات النيابية في 15 أيار وستجري في موعدها عزيز ليت شكلت اللجنة لمعرفة هل يمكن أنه هالإشياء اللي طرحها معالي وزير الداخلية ممكن اللجوء إلى وسائل أخرى لأنه فخامة الرئيس لحظة لحظة لأنه فخامة الرئيس يقول أنه في طرق أبسط من الطرق المعلوماتية التي عرضها ما هيدا اللي بدنا نشوفه باللجنة هم تستبقوا شغلي بدنا نشوفها باللجنة وأنا في عداد هذه اللجنة هذا مشروع اتفاقية بين حكومتين اللبنانية والأمريكية بموجبة الولايات المتحدة تقدم مساعدات إلى الأجهزة الأمنية كان النقاش أن الحكومة اللبنانية تقرر وجهة استعمال هذه المساعدات في الأجهزة الأمنية وليس أن تأتي من أمريكا إلى جهة معينة وليس آخر أقرد صحيح وزير الداخلية قدم دراسة عميقة وجدية وعلمية ولكن يقال أنه في بالإمكان أن تكون أبسط وأقل كلفة هذا هو مهمة اللجنة اللي بدأت تدرس معالي الوزير رجعا طرح موضوع ساد بسري وهذا الموضوع يعني كل الناس أو اكتريت الناس ضده في حين أن وزير البيئة بيقول أنه هو ضده شو الهدف من طرحه مجددان ومين طرحه؟ في موضوع يتصل بالقرض وهذا اللي يعني مثل ما شفته بالقرار أنه بده يصير إعادة تفاوض فيه لأنه عم بيوقفوا القرض وعم بيحملوا المسؤولية للحكومة اللبنانية بدأ نفهم شوي بهالموضوع أكتر لهيك كلف بالشكرا لكم شكرا لكم